نبدأ نتكلم عن ضيفنا النهاردة نجمنا هو نجم مختلف ونجم هداف ونجم دمه خفيف الظل قوي 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 وقول عليه زي ما انت عايز تقول هو نجم كبير وليه بصمة كبيرة بصمة كبيرة في كورة القدم ومين فينا ينسى اهدافه الجميلة او الستايل بتاعه اللي عمزة الغزال وهو بيجري في الملعب هو من اسرة خروية واسرة خروية كبيرة جدا والده رحمة الله عليه لعب في فرق عديدة جدا زي السك الحديد وزي المحلة وزي الزمالك والغريب ان الوالد كان خايف عليه من كورة القدم شو بقى لما يكون اب خايف على ابنه من كورة القدم وخلاه لعب كورة في سن متأخر السن ده كان حوالي 11 سنة او 17 سنة حاجة زي كده ولما لعبه وكان خايف عليه من كورة زي ما قلت لكم والده وعمه كمان كان بيلعبه في انديت الاولمبي والكروم والاتحاد والزمالك وابنهم ده لعب في النادي الاهلي وبعد رح لعب في الزمالك وبعدين رجع تاني لكروم وبعدين قرر ان يعتزل كل ده كل ده نجمنا كان هداف الدور العام المصري وكان اصغر هداف في تاريخ الكورة ولم بعدين تقلق 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 جامد اوي وتضم للاهلي عشان يحقق حلمه اللي كان بيحلم بيه هو صغير ووصل به الناس للنادي الكوروم علشان يجوه بعد ما كان هداف الدور لافت انظار النادي الاهلي طلبه علشان خاطر يلعب في النادي الاهلي طلبوه وبعدين قاعدوا حوالي اسبوعين تلاتة كده من حد استسأل فيه بدأ يفكر ايه اللي حصل ايه اللي هم عايزين ايه ده انا حلم اللي انا كنت بحلم به انه هو ألعب في النادي الاهلي المهم راحوا بعد كده خدوه من بعدها باسبوعين ونسمع القصة دي منه لانه هو عنده محطات كتيرة جدا وفيها نوادر كتيرة جدا وزي ما قلتلكم هو دمه خفيف قوي وفي محطاته دي فيه الحل وفيه المر المر استمر معاك فترة كبيرة جدا مش اقل من اربع سنين تعف فيهم وهاجر وسب مصر وقعد عشرين سنة في امريكا وساب امريكا ورجع حاجات كتيرة جدا عن نجمينة النهاردة انا مش عاوز احرق الكلام كله من خلال التقديمة بتاعته وفي نفس الوقت هو عرف الطريق الى منصة التدويج مع النادي الاهلي ودولابه كله بطولات كتيرة جدا هو مثل النادي الاهلي في 11 سنة 11 سنة دول حقق فيهم 19 بطولة 6 دور عام 5 كاس مصر كاس افريقيا ابطال الدول سنة 87 وكاس الكوس الافريقية اربع مرات وكان موجود معايا في الاربع مرات 84 85 86 83 بعد ما بطلت كمان وكان عنده وفاز بكاس التحدي بدبي سنة 88 وكاس الافرسوية عام 89 وعلى الكؤوس العربية كاس الكؤوس العربية سنة 85 ولعب للمنتخب وكان ليه شرف التواجد في كاس العالم زي ما قلت لكم سنة 90 مع الكابتن العظيم الكابتن محمود الجهري وبعد الاهلي راح الزمالك بعد كده رجع تاني للكروم وبعد كده اعتزل الكرة وسافر الى امريكا وقاعد هناك حوالي 20 سنة وانقطعت اخباره لكن في لحظة من لحظات كان عايز يرجع يرجع هنا مصر بعد 20 سنة هو في امريكا دي بستنوات الاكيرة بتاعته وكلم واحد صاحبه هنا وقال له نعاوز ارجع فما ينفعش ان يرجع تاني المهم انا مش عاوز اكتر عليكم في الكلام لان هو نجبنا نجب كبير اوي هنسمع مع انه محطات كبيرة اوي 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 فيها up و down فيها حاجات كتيرة جدا